أيام قليلة ونبدأ رحلة جديدة مع الانتخابات العراقية المبكرة هذه الانتخابات تختلف عما سبقها بكل المقاسات انطلاقا أن هذه الانتخابات فرضتها إرادة الشعب بعد أن أسقطت حكومة عادل عبد المهدي ومن معه من الفاسدين ثانيا هذه الانتخابات جاءت بدماء عراقية طاهرة ضحت وقدمت لأنها تريد إصلاحا حقيقيا وأنا عندما أتحدث عن الإصلاح أؤمن أن الإصلاح لن يتحقق إلا بإرادة شعبية هذه الانتخابات مختلفة لأننا ولأول مرة تقود هذه الانتخابات مفوضية من قضاة تم اختيارهم وانتهت مرحلة هذا مالتي وذاك مالتك هذه الانتخابات سندخلها ببطاقة بايومترية هذه الانتخابات ننتظر منها المزيد ولذلك اليوم الكرة والقرار والأصل والحقيقة في يد المواطن الغراقي هو الذي يقرر وممكن أن يكون العطابة التي تشو بها كل الفاسدين هذه الانتخابات دوائر ضيقة على مستوى المحافظات هذه الانتخابات لا دور لها بمن هم أطلق على أنفسهم زعيم وقائد وسياسي أو هو كل شي ما يدري لا ثارد ولا مغمس هذه الانتخابات سندخلها وسيدخلها شعبنا لأنه مؤمن أن يغير ومؤمن أن يعاقب السراق والفاسدون ثلاثة أيام تفصلنا ولكن مع كل الذي قلناه ما زاله هناك قلق يساور الجميع لأننا 18 سنة عايشين مع هذه القوى السياسية ونعرف وندرك وهي أيضا تارف وهي أيضا تدرك أنها بغير السلطة لن تعيش وأنها بغير المال الحرام لن تعيش وقسما من هذه القوى لا تمثل سوى قاذورات وتبعية وعمالة وخصة ونذالة وارتماعات وهي بلا بوصلة وبلا مشروع وبلا هوية وبلا انتباع لذلك أنا لاوان لنا جميعا أن لا ننخدع بالخطابات وبالشعارات وبالهتافات وعلينا جميعا وأقسم عليكم بحق هذا الوطن الجريح وبدماء شهدائه والجرحى والأمهات الثكالى واليتامى وقبور الشهداء عفوا لا تدوروا النفايات القديمة لا تنتخبوهم لا تسمعوهم وإن كان فينا من الجياع الكثير اليانا يدقون بالبيوت ويفترون أنا قبل دقائق من دخول السوديو كلمني أحد المحاوضات يقول واحد يفتر يقول أنا وزع فلوس وانتخبوني أنت وفلوسك وكتلتك وزعيمك إلى الحظيظ إلى القاذورات لأنه لو فلوسك حلال ولو أنت ابن حلال ولو زعيمك شريف ولو قائمتك شريفة ولو أنت وطني ولو أنت عراقي ولو أنت قدع ولو أنت من ظهر أبوك ولو نطفة نظيفة كان ما اشتغلت هذا الشغل كان طبيت بمنطقتك وبدأرتك الانتخابية وهي عمامك رافع راسك دا قدقون بالبوب حتى تشتري صوت فلان وفلان أخواتنا العراقيين مثل التشرين مثل بطولات الحشد مثل بطولات جهاز مكافعة الإرهاب مثل القوات الأمنية مثل الشرطة الاتحادية اللي انقضت على داعش ذو لوجه آخر لداعش اللي يشترون بطاقات واللي يتشذبون عليكم والباقوكم واللي يدوني يزورون الانتخابات لكن إن شاء الله يومهم قريب وأنتم دائما المنتصرون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة